بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن الطهارة بالصعيد الطيب نيابة عن الماء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله فيما يسمى بالتيمم هنا سؤال يطرح هل التيمم رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة اختلف الفقهار رحمه الله في هذه المسألة هل هو رافع للحدث أو مبيح فقط لوقت فعل العبادة التي حلت ويتعبد الله بها في هذا الوقت المحدد فذهب بعض العلماء أنه رافع للحدث وقال آخرون أنه مبيح فقط لما تجب له الطهارة ابن عثيمين رحمه الله قال الصواب أنه رافع للحدث واستدل بقوله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم الدين مبني على اليسر ورفع المشقة وهنا من رفع المشقة عن الناس أن يكون التيمم رافع للحدث كالما يرفع الحدث وأيضا استدل بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض الأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به ولأنه دليل آخر ولأنه بدل عن طهارة الماء والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم إذن هذا هو الراجح أنه رافع للحدث وليس مبيح ماذا يترتب على هذا الخلاف قال الفقه يترتب على هذا الخلاف مسائل المسألة الأولى إذا قلنا أنه مبيح فنوى التيمم عن عبادة فإنه لا يستبيح بهذا التيمم ما فوقها مثال لو تيمم لنافلة فإنه لا يصلي بهذا التيمم فريضة لأن الفريضة أعلى وإذا تيمم لمس المصحف أو لمس المصحف لم يصلي به نافلة إذا الوضوء للنافلة أعلى وعلى هذا لكن لو قلنا أنه رافع فإنه يتيمم للنافلة ويصلي به ما شاء من الفرائض ويتيمم لمس المصحف ويصلي به ما شاء من النوافل الأمر الثاني من ما يترتب على هذا الخلاف إذا قلنا أنه مبيح لا رافع فإنه إذا خرج الوقت بطل التيمم لأن الحأل التيمم اقتصر فيه على قدر الضرورة فإذا تيمم للظهر مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه الإعادة ولا يبطل بخروج الوقت أيضا من الفروع على هذا الخلاف إذا قلنا أنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع حدثه وإنما ينوي أنه يرفع الحدث ليصلي صلاة الظهر أو يرفع الحدث ليصلي صلاة صلاة نافلة وعلى القول بأنه رافع لا يشترط ذلك فإذا تيمم لرفع الحدث فإنه يجزئه ذلك ويصلي به ما شاء ويبقى على طهرته حتى يحدث مرة أخرى والله أعلم